موسيقى موسيقى السياحة والسادة هلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد انتهى العام 2017 بكل ما حمل ونترقب 2018 بكل ما سيحمل اليوم نخص حلقتنا للحديث عن ما مضى وعما هو مقبل من خلال محاور ثلاث محور محلي محور إقليمي ومحور دولي أبرز التطورات على الصعيد المحلي نتابعها سويا قبل أن نبدأ في هذا التقرير عفوا أرحب بضيفي الخبير الاقتصادي أستاذ سلام الدرعاوي أهلا بشارك أهلا بك وسينضم إلينا لاحقا الباحث والكاتب الأستاذ رومان حداد أستاذ سلامة 2017 عام اقتصادي بكل امتياز نصح التعبير محليا تتفق مع ذلك نعم صحيح وهو امتداد للحالة الاقتصادية التي كانت في عام 2016 لذلك لا نستطيع أن نفصل ما حدث في عام 2016 عام ما حدث في هذا العام وما سيحصل العام المقبل أو في عام جديد 2018 الكل يعلم جيدا أنه في عام 2017 تم تنفيذ الحزمة الأولى من برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والتي تضمنت زيادة إيرادات الخزينة بمقدار 450 مليون دينار والكل يعلم أن الحكومة بدأت في هذه الإجراءات في شهر آذار بدأت من شهر آذار واستمرت حتى شهر حزيران تقريبا وبدأت بتنفيذها وكان لهذه الحزمة حقيقة موجة من التداعيات الإيجابية والسلبية في آن واحد وإن كانت التداعيات السلبية أكثر أو ظهرت في المشهد الاقتصادي بشكل أوضح لا ننسى أنه في بداية عام 2017 تمت صفقة البنك العربي على شراء أسهم الحريري وتمت هذه العملية بنجاح وكان هذا الأمر مقلق بالنسبة للإقتصاد الأردني ومحط أنظار ومتابع من قبل المهتمين وتمت العملية من قبل مجموعة من الرجال الأعمال الأردنيين والعرب بصفقة تقدر بحوالي مليار ومئتين مليون دولار وتمت العملية بنجاح وزادت الثقة في الاقتصاد الأردني لكن حقيقة نلاحظ أنه في هذا العام استمرت حالة التباطئ الاقتصادي التي هي ممتدة منذ عام 2012 تقريبا ولم يتجاوز أو تشير أفضل التقديرات إلى أن نمو الاقتصادي المتحقق لهذا العام أو 2017 لن تتجاوز 2.3% وهذا نمو الاقتصادي يدل على أن هناك في طباط أحاد في الاقتصاد الوطني وهناك مشكلة حقيقية التوصيف في الاقتصاد الأردني عام 2017 كيف يمكن أن نصفه؟ الاقتصاد مرة بظروف صعبة للغاية حقيقة ودخل في عملية اقتصادية صعبة لكنها ليست عملية قصيرة المدى هي عملية متوسطة المدى لا نستطيع أن نحكم عليه في عام 2017 كيف الشكل الذي سيكون عليه لعدة أسباب أولا اقتصاد بات أسير للمتغيرات الدولية بشكل كبير وهذه المتغيرات الإقليمية خاصة ستتحكم بجزء كبير من عوامل اتجاهات الاقتصاد الأردني خاصة في مسألة التدفقات السياحة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات في الحوالات المقتربين في العملات الصعبة التي تذهب للخزينة إضافة إلى ذلك إلى أن حالة الاستقرار في المنطقة سيكون لها انعكاس سلبي أو إيجابي على اتجاهات الاقتصاد الأردني ناهيك من أنه الأردن بات حقيقة أيضا أكثر اعتمادا في السنوات الأخيرة على المناحة الخارجية والمساعدات التي تقدم له من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية سلامة إحنا لما نحكي هذا العام اقتصادي وتحدث بكل هذه الأرقام اليوم هل نقرأ بأن الاقتصاد الأردني في عام 2017 الحديث الحكومي أنه و الله إحنا ما زاد عنا العجز إحنا أمونا تحت السيطرة ووضعنا أفضل كل هذه الأمور التي اليوم نسردها صراحة ونقولها صراحة أو تقولها على أقل تقدير الحكومة الحكومة تقول أنها أنجزت لأنها لا يوجد إليها أي مشكلة إن صح التعبير في إطار أنه و الله إحنا العجز كما هو 95% من ناتج جمال المحلي فإحنا أمونا تحت سيطرة أمونا تمام تتفق مع ذلك يعني أتفق في بعض المؤشرات المالية الإيجابية التي تحدثنا فيها بالسابق هناك بعض المؤشرات الإيجابية مثل ضبط عجز الموازنة إلى حد ما تم لكن هناك بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت كما تحدثنا هناك تباطوا في النمو الاقتصادي 2.3% النمو الاقتصادي هناك أعلى مستوى في معدلات البطالة 18.5% وهذه أعلى معدل البطالة منذ 20 عاما نتحدث اليوم عن تراجع في عدد الشركات المتداولة في برست عمان نتحدث عن تراجع في المؤشر القياسي لبرست عمان نتحدث عن تراجع في القيمة السوقية للأسهم المتداولة في برست عمان في السوق المالي بقيمة أكثر من حوالي 600 مليون دينار في عام 2017 تقريبا نزلت القيمة السوقية نتحدث عن ارتفاع هو الأعلى في معدل المديونية نتحدث عن 17.400 مليون دينار هذا الدين العام في عام 2017 نشكل منسبة 95.4% من ناتج المحل الإجمالي وهذا أعلى اتجاه له منذ سنوات حقيقة لذلك هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات السلبية لكن كما تحدثنا في السابق المؤشرات السلبية ظهرت بشكل أكبر على المشهد الاقتصادي الأردني نتحدث العام الماضي نمت حجم المساعدات التي تلقتها الخزينة بعد أن كانت مقدرة في موازنة عام 2017 بحوالي 777 مليون دينار ارتفع الرقم في نهاية هذا العام إلى 835 مليون دينار وهذا عكس الاتجاه أو الانطباع لدى الرأي العام أنه والله المساعدات عملها بتتراجع لا بالعكس المساعدات عملها بتزيد للحكومة والتي بتتلقاها الخزينة وبالتالي هذا أمر إلى حد ما قد يعتبر إيجابي وفيه من بعض النواحي جوانب سلبية نعم اسمح لي أستاذ السلامة واسمحوا لي مشاهدين الكرام أن نرحب بضيفي الكاتب والباحث الأستاذ رومان حداد ينضم بك شرفنا بعضورك أستاذ رومان أبرز أحداث سياسية للعام الجاري من عدة آخر ساعاته وإيامه كيف نقرأها في الأردن محليا؟ يعني هناك بعض التغييرات التي أصبحت في المنطقة أثرت علينا محليا أكيد هي أبرز شيء هو ما تم إعلانه أنه الولايات المتحدة أعلنت أن القدس هي عاصمة إسرائيل بس تنقل سفارتها إلى القدس وما تستتبع ذلك من تحركات إقليمية وعربية وداخلية قادها الأردن بصورة مكثفة في الفترة الأخيرة طبعا هذا المشهد قد طغى على ما حدث في عام 2017 عام 2017 داخليا رأينا أداء برلماني غير موفق في كثير من الجوانب لم يكن البرلمان الأردني قادر على التواصل مع قواعده الشعبية غير قادر على تبرير كثير من القرارات بدأ أن المؤسسة البرلمانية تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة دور جديد لها تشريعي ورقابي بصورة واضحة وفاعلة هذا الجانب يجب أن يدرس وأن يتم التفكير فيه جديا في المرحلة القادمة لأنه فقد عمود مهم جدا من أعمدة الحكم في الأودن ونجل سروق في 2017 لم يختلف عما سبق؟ للأسف لم نرى هو يختلف كثيرا ما بنقدرش نحكي ساء أو كذا لكن تواتر الأداء الضعيف للمؤسسة البرلمانية في الأردن هو شيء غير إيجابي بمعنى آخر لأنه استطلاعات الرأي تظهر أن المؤسسات المنتخبة البرلمان البلديات هي ذات شعبية ضعيفة لدى المواطن عند استفتاؤه يعني عندما تستفت المواطن الأردني ترى أنه النسب الأكثر بالموثوقية في المؤسسات الأمنية والعسكرية بينما تتراجع كثيرا بالمؤسسات التي تم انتقاب أعضائها وذلك يشكل خللا كبيرا في منهجية وأداء هذه المؤسسات الحدث البارز أيضا هو ما تم في السفارة الإسرائيلية وما أدى إلى شكل من أشكال القطيعة بين الأردن وإسرائيل الأردن قد أصر على موقف أنه يجب محاكمة القاتل وإسرائيل لم تقوم بذلك حتى اليوم وهو موقف يعني سيؤدي إلى استمرار الاستضامة الأردن الإسرائيلي بالإضافة إلى ملف القدس وهما أيضا تغالي فترة من الأوقات على العالم أنت شعبيا وأظن في الإطار المحلي الموقف تجاه القدس كان مختلفا في الأردن عن غيره من الدول أن صحة تعبير يعني أنا قد أكون شبه متشائم في الحقيقة أنا كنت أتوقع أن يكون الصدى الشعبي أكبر بكثير فيما يتعلق بموضوع القدس يعني أنت عم تحكي اليوم عن تسهيلات حكومية ودولة تقف وراء الشعب لكي ينزل إلى الشارع وترى هذه الأعداد أنا بأعتقد أننا لا تكفي الأعداد التي طلعت في الشارع؟ هي تعبير رمزي عن غضب ولكن لا يكفي لكي تذهب لتفاوض على شيء كبير جدا وقوة ضاغطة حقيقية للأسف أن التنظيمات السياسية الأدنية أظهرت فشلها مرة أخرى يعني نحن عم نحكي في الحقيقة أنه أنت عم تنزل مظاهرة بدعم دولة يعني الدولة تدعم الشعب لكي ينزل إلى الشارع فهذه هي الأعداد التي تظهر نحن عم نحكي عن الشعب يقدر بـ 7.5 مليون شخص فبالتالي نحن على الأقل لو افترضنا أنه بدنا في عمان التي تشكل 4 مليون بدو ينزل 5% منها يفترض 200 ألف شخص يكون في الشارع وهذا ما لا نراه نحن نرى أعداد أقل بكثير من ذلك وبالتالي أنا بعتقد أنه فيه إشكالية في مفهوم التنظيم الاجتماعي السياسي في الأردن وهذا كلنا نحكيه زمان أنه قتل الحياة السياسية تجريف الحياة السياسية تجريف الأحزاب سيؤدي فيه من الأيام عندما تحتاج الدولة الجمع لكي تتحرك على الأرض لن تجدها لأنه لو يوجد جهات حقيقية منظمة تملك خبرات تملك تملك عنوين واضحة لكي يستمع حولها الناس واضح جدا أستاذ سلامة اسمحني بداية أستاذ سلامة وفي نهايات هذا العام نحن موازنة مطروحة أمام مجلس النواب يوم غد سيبدأ سيشرع المجلس بمنقشة الموازنة العامة والحديث اليوم عن رفع أو توجيه الدعم هل ستنجح الحكومة في هذا الاختيبار من وجهة نظرك بداية أن تسمح لي أصليح رقم مديونية 17 مليار لا هو 27 مليار وفاصلة أربعة يساكل منسبة 25 95.4% من ناتجة محلية جمالية أنا أعتقد أن الحكومة ستنجح في تمرير الموازنة لا يوجد أي قلق حقيقة في نقاشات مجلس النواب والذي يرى توصيات اللجنة المالية يدرك تمامنا أنها خرجت في وادن معاكس أو في اتجاه معاكس حتى لاتجاهات الرأي العام واتجاهات غالبية النواب حتى المزاج العام نعم لذلك أعتقد أنه لن يكون هناك لن تختلف النقاشات عن المواسم السابقة سيكون هناك ضجيج استياء صراخ شتائم في بعض الأحيان لكن في نهاية التصويت سيكون بصالح الحكومة في إقراطات توجيه الدعم كيف سيمر على الشارع الأردني العام المقبل وأعتقد أن هذه القضية يعني الشعب الأردني مل من هذه من هذه الأسطوانة حقيقة مسألة الدعم وأليات الدعم وشكل الدعم وما إلى ذلك إذا كنت تتحدث من ناحية يعني مستوى الاستياء في الشارع هناك سيكون استياء لكن هل سيتطور إلى أكثر من ذلك لا أعتقد لكن النقطة الرئيسية التي يجب على الحكومة أن تدركها تماما في مسألة دعم الخبز أو مواد الغذائية وما إلى ذلك هي آلية الدعم إذا الحكومة حقيقة عملت على آلية الدعم تحفظ كرامة الإنسان الأردني وآلية سهلة وتوصل القيمة الحقيقية لتعويضه عن فقدان هذا الدعم بشكل سلس إلى حسابه الخاص دون تلك الطوابير الطويلة التي كنا نشاهدها ودون تلك الحالات التي كانت تمس كرامة الأردنيين أعتقد أن هذا سيخفف بدرجة كبيرة من حالة الاستياء التي لدى المواطنين وتعتقد أن موضوع توجيه الدعم سيمر أعتقد ذلك أعتقد ذلك أستاذ رومان هو شأن نصح التعبير وتحديد أن توجيه الدعم شقين سياسي واقتصادي في ذات الإطار لأنه البعض يتحدث عن تحديداً الخبز الموضوع سياسي أكثر منه اقتصادي تتفق مع ذلك؟ نعم الاقتصاد مرتبط تماماً في السياسة يعني أنا للأسف أسير باتجاه شوي مغاير أنا لا أرى دائماً الانكسارات اللحظية إن الشعب الأردني سيسمط لن يخرج إلى الشارع بكثافة لمواجهة القرار ولكن حجم اليأس حجم القنوط حجم عدم الارتياح الأردني من الدولة كدولة هذا خطير جداً لا يمكن قياسه اليوم بأدوات علمية ولكن قد نضطر أو قد ندفع الثمن غالياً في مفترقات طرق قادمة والمنطقة مقبلة على مفترقات طرق بمعنى آخر لا يوجد اليوم من يستطيع أن يدافع عن الدولة بتوجهاتها الاقتصادية تجربة رفع الأسعار هي تجربة تخوض الحكومات منذ أكثر من 15 عام بصورة متوالبة كل حكومة تأتي تحت شعر أنها لا تريد أن ترحل الأزمات وتريد أن تقدم الحلول وجرعات وووى إلى آخره المواطن الأردني لم يعد يرى نوراً في آخر النفاق وبالتالي لم يعد يرى أن هذا الشيء فعل مجدي يعني هم يحكوا عن 40 أو 50 مليون أو 70 مليون فيما يتعلق بالخبز ونحن نعرف أنه لو يتم تصحيح النظام الضريبة ويتم القيام بعمل جباية حقيقية للضريبة ستغطي أكثر بذلك بـ 5 إلى 10 مرات وبالتالي نحن نتسأل ما جدوى هذه الإجراءات المقطة اللي أنا أخاف منها ثانياً وهي ضروري أنا أو أحب أحكي فيه أن الخطاب الرسمي الأردني بدأ يثير خطاب كراهية تجاه الوافد تجاه اللاجئ كثيراً ما نرى أنه المشكلة في الوافدين مشكلتنا في اللجوء مشكلتنا في من جاء إلينا هذا بشكل أو بآخر يثير لدى الأردني شعور بالكراهية لدى هذا الآخر الذي احتضنه أو الذي يعمل لديه وهذا شيء غير محبب المجتمع يجب أن يتآلف مع كل مكوناته ونحن سواء العمالة الوافدة أو اللاجئين نحن نحتاجهم نقطة ثانية لم يتم الكلام والحديث عن كمية تضخيم السوق الأردني أي الناتج المحلي الأردني بسبب وجود اللاجئين اللاجئين بيأخذوا أموال من الخارج بينفقها داقة الأردن وهذا جزء من الإنفاقات التي تضخم السوق الأردني جزء مما ساعد على تطوير ما يسمى السوق الموازي أو السوق غير الرسمي في الأردن اللي هو ساعد كثير من الأسر الفقيرة أو المتوسطة لإنتاج دخول إضافية ساعدتها على الاستمرار في الحالات الصعبة تطوير خطاب غير محب غير محترم للوافد أو للاجئ أصبح خطير جدا لأنه يقاد عبر خطاب رسمي لتبرير رفع الأسعار وهذا شيء خطير جدا في التركيب الاجتماعي سلام بدقيقة توقعاتك اقتصاديا من العام 2018 أردنيا أعتقد أن الموازنة تمر مرور الكرام لكن التحدي الأكبر الذي سيكون أمام الحكومة في المرحلة المقبلة هو ضريبة الدخل قانون ضريبة الدخل هو القانون الذي سيكون معركة حقيقية ما بين النواب وما بين الحكومة لأن المجال الشعبي فيه عالي عالي درجة لذلك أعتقد أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة مع النواب في مسألة إقرار قانون ضريبة الدخل بالشكل الذي ستتقدم فيه خاصة أن هناك حديث عن انخفاض قيمة الإعفاءات للأفراد طيب أستاذ رومان التوقعات السياسية 2018 حديث عن تعديل تغيير ما إلى ذلك كل هذه الأمور نسمعها الآن يعني نحن لا نريد أن نخذ كأنه نحن منجمين لا بتأكيد نقرأ مشهد ولكن في الحقيقة هي ليست توقعات وإنما ضرورة لابد من تغيير واضح في النهج في الدولة الأردنية ما وصلنا إليه اليوم بالبعد السياسي والاقتصادي هو ناتج نهج مستمر منذ ما يقارب العشر إلى خمسة عشر عام بطريقة مستمية تدافع عنه أصحاب هذا المشروع واليوم نحن نواجه إشكاليات سياسية اقتصادية إقليمية ومحلية ودولية علينا أن نغير حتى ولو كان ذلك يؤدي إلى تغيير حكومة يؤدي إلى تغيير داخل مؤسسات تقود صناعة القرار في الأردن ولكن لا بد من إجراء التغييرات الضرورية وإعطاء رؤية جديدة للأردن الأردن اليوم يحتاج إلى رؤية سياسية جديدة مستحدثة لدوره في الإقليم وفي المنطقة لكي يتم التعامل معه دولياً بصورة مختلفة أنا بحب أن أنبه أن الأردن منذ شهر نيسان حتى اليوم لو يوجد فيه سفير من أمريكي وأمريكا هذا رسالة واضحة للأردن أن الأردن حتى اليوم لا يعتبر دولة ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة للولايات المتحدة لا تترك دولة ذات أهمية استراتيجية ثمان أشهر بلا سفير جميع الدول المحيطة فينا بها سفير أمريكي إلا الأردن على الأردن أن يقلق كثيراً وكثيراً وكثيراً من هذا الأمر وعليه أن يجد دوره مرة ثانية ويصيغ دوره الإقليمي وهذا ما يحتاج إلى تغيير كبير في المنطقة واضح جداً ومحورنا الثاني سيكون حديث وأشكركم كل الشكر ذو في الكرام سيكون حديثنا عن البعد الإقليمي والواقع الإقليمي وكيف سيكون المشهد في العام المقبل سنتابع هذا التقيير الذي يلخص أحداث العام 2017 ومن ثم سنكون مع فاصل ونبدأ محورنا الثاني بقوة معنا سنتابع شكراً للمشاهدة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة